تتسلسل جولات الصراء السياسي في العراق على كل المناصب الموزعة أصلا وفق نظام المحاصصة سيئ الصيت وجولة هذه المرة على رئاسة الجمهورية المقسمة للقوى الكردية منذ 2003 ازدادت الهوة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان عقب أحداث كاركوك العام الماضي ولا تزال تابعاتها حاضرة إلى اليوم فلأول مرة يتنازع الحزبان على منصب رئيس الجمهورية بعدما كان جزءا من صفقة يحصل بموجبها حزب الطلبان على هذا المنصب مقابل تسمية البارزاني رئيسا لكردستان العراق وبعد فشل لقاء مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح مع مسعود بارزاني في حل الخلاف على رئاسة الجمهورية بقي الطرفان يمسكان بمرشحيهما عزمان على خوض سباق الرئاسة حتى أمتاره الأخيرة فأرسلوا وفودا إلى بغداد لإجراء مفاوضات ماراثونية حول المنصب لا سيما وأن المدة الدستورية تنتهي يوم الثلاثاء ويعتمد الاتحاد الوطني على جاذبية مرشحه برهم صالح في الأوساط السياسية المختلفة بينما يراهن البارزاني على اتفاق أبرم مع تحالف البناء أتى برئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبناء عليه يحسن أمر رئاسة الجمهورية لصالح مرشحه وبحسب مراقبين فإن حزب الاتحاد يحاول التركيز على نقطة ضعف الحزب الديمقراطي وهو استفتاء الانفصال والذي يمثل بحسب مسؤولين في الاتحاد الوطني تناقضا في المواقف بين السعي للاستقلال من جهة وملاحقة منصب رئيس الجمهورية من جهة أخرى يأتي هذا في وقت شهدت محافظات كردستان العراق انتخابات برلمانية زادت من تصدع جدار القوى الكردية خاصة مع الاتهامات المتبادلة بعمليات تزوير واسعة طالت عملية الاقتراع حتى أعلن حزب الاتحاد رفضه للنتائج نظرا لوجود تزوير كبير في كل من محافظتي أربيل وادهوك هذا على لسان المتحدث باسمه سعدي بيرا وخلال ساعات يتوقع أن يحسم الخلاف على المنصب ليفتح الباب أمام صراع أوسع على رئاسة الوزراء